بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ونصل جميعا ونسلم على شرف البشرية كلها وذروة سنامها ومجدها على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله المهدا ونعمة الله المزدا أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث يا ربنا يا عزيز يا غفار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار وبعده أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يومنا هذا بإذن الله سنستكمل من قطع من حديثنا في اللقاء الماضي ولعلكم تذكرون أننا قدمنا الحلقة الأولى في الأمانة نعم وذكرنا أهمية الأمانة في الإسلام بل وجعلنا الإسلام كله جعلناه أمانة نعم إنه أمانة وبينا عظمة ومنزلة الأمانة في الإسلام وذكرناكم بآيات مباركات من القرآن الكريم وتوقفنا طويلا عند قول ربنا الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وذكرناكم كذلك ولعلكم تذكرون إن شاء الله بأن الله تبارك وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ونريد اليوم وقد تحدثنا في الحلقة الماضية أن الأمانة كانت فاتحة خير على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ضرب المثل الأعلى في الأمانة في المجتمع القرشي حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وكانت أمانته وكانت عفته ونزاهته السبب الأساسي الذي جعل أم المؤمنين خديجة تدعوه ليكون عونا لها في تجارتها ووكيلا لها في تجارتها وأمانته كانت كذلك السبب الأساسي الذي جعلها تبعث إليه تبعث إليه من يحدثه في أمر الزواج منها عليها رضوان الله وكانت فاتحة خير عليه كما كان صلى الله عليه وسلم فاتحة خير عليها كذلك وبالأمانة من الله عليه بالعمل العظيم وأمضى معها أعظم أيامه الزوجية عليه صلوات الله وسلامه يذكرنا ذلك أيضا بأن الأمانة عند سيدنا موسى عليه السلام كانت كذلك فاتحة خير عليه صلوات ربي كذلك وسلامه عليه وعلى كل الأنبياء والمرسلين نعم فهو الذي رأى ابنتي شعيب على رأي من يقول بأنه شعيب رأى هما منفردتين بأغنامهما في مكان بعيدا عن الرجال فشعر بأنهما لا يريدان الاختلاط بالرجال فتقدم منهما بشهامة الأنبياء الطيبين الصالحين وقال ما خضكما شعر بأنهما في حاجة إليه ليسدي إليهما معروفا ما خضكما فردت أو فردت عليه لا نسقي أي لا نسقي أغنامنا مع أغنام الرجال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير حتى ينتهي الرجال من سقي أغنامهم وحتى ينصرف الرجال صدر عن الماء أي شرب وعاد ولم يعد في حاجة إليه فانصرف عن الماء هذه معنى حتى يصدر الرعاء الرجال وأبونا شيخ كبير اختصر عليه كلاما كثيرا لما قالت إحدهما وأبونا شيخ كبير القرآن الكريم يحدثنا أنه سقى لهما مباشرة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ظل إحدى الشجيرات وقال ودعا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي إني فقير لخيرك وفضلك يا كريم وكان يشعر رضي وكان يشعر سلام الله عليه وصلاة بالجوع لأنه خرج من المدينة خائفا يترقب بعد أن أنذره رجل بأن القوم يأتمرون به ليقتلوه فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين المهم سقى لهما ووضع غطاء البئر مكانه وهو غطاء لا يحمله إلا إثنى عشر رجلا من الرجال الأشداء والله هذا الذي قرأناه في كتب التفسير وعند المحققين المهم سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولم يمضي وقت طويل على هذا الدعاء لم يمضي وقت طويل لأن القرآن قال بعدها مباشرة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت انظروا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الذي يدعوك هو أبي وليست الدعوة مني هو وإن كان عليه صلام الله وصلاته أبدى من الأخلاق ما أبدى ومن الأمانة ما أبدى ومن العفة ما أبدى ومع ذلك هو بالنسبة للفتاة رجل غريب عنها ولذلك انظروا انظروا لأمانة الفتاة التي أدت الأمانة التي كلفها بها أبوها كما ينبغي تماما إن أبي هو الذي يدعوك والهدف من الدعوة محدد ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين الشاهد عندي أنه أبدى عليه سلام الله وصلاته أبدى من مظاهر الأمانة ما ينبغي أن نتوقف عنده وأن نعرف أبناءنا وبناتنا منزلة هذه الأمانة ومنزلة هذا الخلق العظيم نعم مشى معها إلى بيت أبيها ولما رأى الهواء شديدا يعبث بثوبها وحتى لا يظهر شيء من ساقها بسبب الرياح أو بسبب الله قال لها كوني ورائي يعني امشي ورائي وحتى لا يسمع لها صوتا وهو في الطريق بمفرذه يا سلام قال كما قرأنا إن كان الطريق يمينا فألقي بحصات إلى اليمين حتى أتجه يمينا وإن كان الطريق سينحرف يسارا فألقي بحصات إلى اليسار أعظم مستويات الأمانة والعفة والنزاهة اللهم صل على موسى وسلم عليه وعلى هارون وعلى كل الأنبياء والمرسلين وعلى سيد المرسلين أجمعين صلى الله عليه وسلم اللهم آمين وكانت الأمانة كانت الأمانة التي ظهرت واضحة من موسى عليه السلام سببا وفاتحة خير عليه نال بها نال بها الزواج من هذه الفتاة أو من إحدى الفتاتين الكريمتين نعم فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوب الظالم قالت إحدهما وهي التي رأت من موسى من مظاهر الأمانة والنزاهة والعفة ما رأت قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين خير ما يمكن أن نستأجره وأن نتعامل معه وحتى وأن نزوجه من بناتنا القوي الأمين القوي الأمين ولعلها قصت على أبيها ما وقع من موسى عليه السلام فكان ذلك سببا في استدعائه صلى الله عليه وسلم قال الرجل بعد أن رأى ما رأى من موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج ثمانية سنوات فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين أريد أن أقول لأبنائي وبناتي كانت الأمانة التي أبداها نبي الله موسى عليه السلام سببا في زوجة صالحة وسببا في عمل نزيه مبارك لأنه قام برعي الأغنام لهذا العبد الصلاحي كذلك في نداء رب العالمين له وتكليفه بالنبوة والرسالة الأمانة الأمانة أبناء وبناتي بداية كل خير وسبب كل خير انتقلوا مثلا معي إلى سيدنا يوسف عليه السلام وانظروا إلى الأمانة إلى الأمانة وكيف جعلت من يوسف عليه السلام وزيرا للتموين في مصر أو جعلت منه كما يقول المفسرون الشخصية الثانية في مصر وهذا يتضح لكم وأنتم تقرؤون القرآن الكريم وقد خرج عليه صلوات الله وسلم كذلك من السجن عزيزا كريما معافى من كل مكروه وسوء وأجمع الجميع على نزاهته وأمانته وعفته صلوات رب وسلامه عليه فما كان من حاكم مصر إلا أن عرض عليه أن يكون وزيرا للتموين وأن يكون على أعلى درجات الأهمية في سلم الحكم في مصر إنك لدينا اليوم مكين أمين إنك اليوم لدينا مكين أمين فاغتنمها عليه سلام الله وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني حفيظ عليم هذه مؤهلات كل وزير هذه مؤهلات كل حاكم أن يكون حفيظا وأن يكون عليما وأن يكون أمينا نعم اجعلني على خزائن الأرض ومؤهلاتي إني حفيظ عليم وسمى يوسف عليه السلام سمى الموارد موارد الحبوب في مصر سمها بخزائن الأرض خزائن الأرض ولعلكم قرأتم كيف كان الناس يأتون إلى مصر العزيزة الحبيبة الكريمة كيف كانوا يأتون إلى مصر ليتزودوا بالمؤونة وبالحبوب التي يحتاجون إليها كانت مصر تصدر الحبوب والحنطة إلى جيرانها وما جاء أبناء يعقوب عدة مرات إلى مصر إلا ليتزودوا بالقمح الشاهد الذي أريد أن أنبه إليه كانت الأمانة السبب الأساسي الذي جعل نبي الله يوسف يعتلي يعتلي هذا الموقع المهيب وأن يكون كما قلت الشخصية الثانية في سلم الحكم والإدارة بمصر ولا ننسى ونحن نتحدث عن نبي الله يوسف أن نذكر أعظم مواقف النزاهة والأمانة والعفة التي أبداها عليه صلام الله عندما عندما قدمت له امرأة العزيز العرض الذي قدمت وقالت هئت لك أو قالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله أستعيذ بك يا الله واستخدم المصدر في الدعاء يستعيذ بربه الكريم من الشيطان الرجيم ثم سرعان ما نبهها كيف أكون كذلك أو كيف يحدث مني ذلك وهو مولاي وربي ورب نعمتي الذي آواني في هذا البيت وأنزلني ووثق بي لأتجول في قصره كما أريد كيف يتأتى مني أن أخونه في عرضه إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون آه أبدأ كما قلت لأبناء وبناتي أعلى درجات الأمانة والعفة والنزاهة ورفض هذا العرض الشيطاني تماما بل لم يفكر فيه مجرد التفكير والله ما فكر لأنها باعترافها بعد عدة آيات قالت فَذَلِكُنَّ من الشيطان الرجيم قالت فَذَلِكُنَّ سَلَامُ اللَّهُ فَوْقَ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تأكل التّير منه نبئنا بتأويله إِنَّا نَرَاكَ من المحسنين قال لَا يَأْتِكُمَ طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَ بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية كان يدعو إلى الله والدليل أيضا أنه قال لصاحبي السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتبوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون موقف من مواقف الأمانة والعزة والعفة أبداه نبي الله يوسف عليه السلام وعرضه القرآن الكريم هذا العرض المفصل بهذه اللغة القرآنية المعجزة لنتعلم أبناء وبناتي لنتعلم من نبي الله يوسف وهو في سن الشباب في سن الشباب وكان في ذلك الوقت لم يتزوج بعد ومع ذلك إنه ربي أحسن مثواي معاذ الله اللهم صل وسلم وبارك على يوسف وعلى كل أنبياء الله والمرسلين أبدا هذه الدرجة من النزاهة والعفة والأمانة فكان أهلا ليقول له الملك إنك لدينا اليوم مكين أمين وكان جديرا أن يسأل أن يسأل الوزارة لنفسه بما لديه من المؤهلات وبما يأنسه في نفسه عليه سلام الله من الأمانة والعفة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فإذا انتقلنا على سبيل المثال إلى صورة الأنبياء مثلا نذكر موقفا آخر من مواقف الأمانة في أعظم صورها لنبي الله داود ولولده سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرا وكنا فاعلين وكنا فاعلين والقصة خلاصتها أن أغناما دخلت إحدى الحدائق في الليل فأكلت الأخضر واليابس وأفسدت وأفسدت حديقة الكروم كما قال المفسرون تماما وجاء الرجلان يحتكمان إلى نبي الله داود وقدم كل منهما حجته وما لديه من الأقوال فحكم داود عليه السلام بالأغنام لصاحب الأرض هكذا حكم في القضية وخرج الرجلان ونبي الله سليمان يجلس في مكان قريب منهما فلادهما سليمان عليه السلام وسألهما بما حكم نبي الله داود قال الرجلان حكم لصاحب الأرض بالأغنى فقال انتظر قليلا ودخل داود ودخل سليمان عليه السلام على أبيه النبي عليه كذلك صلوات الله وسلامه وسأله مستأنفا في الحكم وقال يا نبي الله لو أنك حكمت لصاحب الأرض بالأغنام ليستفيد من نسلها أي بما يولد منها ومن لبنها ومن أصوافها حتى يصلح صاحب الغنم الأرض وحتى يعود الزرع كما كان سليمان وتعود الأغنام إلى صاحب الأغنى فصر داود عليه السلام سر سرورا بالغا بهذا الحكم الذي قال الله فيه ففهمناها سليمان وكلا كان سليمان أم والد سليمان وكلا آتينا حكما وعلما أعطى الله كلا منهما من فضله وكرمه من الحكم والعلم ومع ذلك لم يتمسك نبي الله سليمان برأيه ولم يجد في استئناف الحكم حرجا المهم أن يقضي بما يرضي الله تبارك وتعالى وسر سرورا بالغا بمقترح ولده سليمان عليه السلام وكان القضاء في هذه القضية بما رآه سليمان عليه السلام الشاهد من هذا الموقف من مواقف الأمانة الحكم بما يرضي الله أمانة الحكم بالحق أمانة الحكم بالقرآن والسنة المشرفة أمانة الحكم بشرع الله تبارك وتعالى بالآية والحديث أمانة وبما قضى به الصحابة الأكرمون عليهم رضوان الله أيضا أمانة وهنيئا لمن حكم بحكم ثم رأى أن الحق ليس معه فيما قضى به فعاد في حكمه عاد وتراجع ولم يجد غضاظة ولم يجد حرجا أمام الناس أن يعود في حكمه وأن يعلنها صريحة أخطأت فيما قضيت به والحق فيما يقضي به الله ورسوله وربنا الكريم يقول كذا ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول كذا والحق كل الحق أولى أن يتبع وأن يكون كذا وكذا بما يرضي الله هنيئا لهؤلاء من أصحاب الأمانات الذين ولاهم الله أمر الناس ليحكموا بين الناس بالعدل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به رجل منافق مع رجل يهودي اختلف في أمر ما اليهودي يريد لرسول الله أن يحكم فيها صلى الله عليه وسلم والمنافق يريد لكعب بن الأشرف اليهودي أن يكون الحكم لأن كعب بن الأشرف يحكم لمن يعطيه أكثر وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف 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 إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يعني الرسول طاع في المقام الأول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طاع وليس احتفالات تقاوم هنا وهناك أيها السادة الكرام أكتفي أكتفي بهذا القدر من حديثنا عن الأمانة في بلاط الأنبياء وفي صيرة الأنبياء كما عرض القرآن الكريم ونأمل إن شاء الله أن نستكمل من قطع من حديثنا في هذا الموضوع العظيم في الأسبوع المقبل بإذن الله إلى أن يحين ذلك الموعد أقدم أقدم لكم شكري وتقديري وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسداد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته